فراغ دستوري يدخله العراق بعد نفاذ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد ثلاث محاولات فاشلة جرت منذ التاسع من شباط الماضي وضع سياسي خطير في ظل خلافات تعد الأعقد في العملية السياسية حيث يعجز البرلمان عن عقد جلسات اختيار الرئيس للمضي نحو تشكيل الحكومة مجلس النواب يجب أن يعالج المسألة بالشكل المنصوص على أقل تقدير بالمادة 75 عند وجود فراغ دستوري أو فراغ في منصب رئيس الجمهورية حيث نصت المادة 75 على أن يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية خبراء القانون يفسرون الفراغ الدستوري تفسيرين بين من يقول أن المدد الدستورية جاءت لتنظيم الوقت ولا إشكالية على تجاوزها وآخرون يتحدثون عن خروق قانونية ودستورية قد تصل للذهاب إلى المحكمة الاتحادية وحل البرلمان في حال تقديم طلب أو دعوة أمام المحكمة الاتحادية التي قرارها ترتقي إلى مستوى قوة ومستوى المواد الدستورية أعتقد ستنظر وتحاكي الوضع العام السياسي والأمني والاقتصادي ولعله تذهب اتجاه أن تلك المدد هي مددا تنظيمية ناظمة للمراحل الدستورية سياسيا ما يزال الصمت سيد الموقف من قبل الكتل السياسية بخصوص التجاوزات الدستورية بحثا عن مخرج قانوني فيما يعاني البلد من تعطل سياسي واقتصادي بسبب استمرار الحكومة تحت صلاحيات تسريف الأعمال اليومية فقط أزمة الفراغ الدستورية تعني أن أي حل يمكن طرحه لحلها لن يكون تحت غطاء القانون والدستور وهو ما يعني أن الإشكاليات القانونية والخلافات السياسية حتى لن يبقى أمامها طريق سوى التشويات والتوافقات التي لا تبدو حتى اللحظة ممكنة هي الأخرى من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية